التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغا في تل أبيب وحذر بلينكين من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطع غزة هي ربما أخرى فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ومن المقرر أن يلتقي بلينكين اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو لإقناعه بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار كما يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت